أنا أعتقد أن هناك اتفاق على إرساء قواعد اشتباك وعدم تجاوزها لحد هذه اللحظة إيران لم تشترك بواشرة كما قلت هي تستخدم مفهوم أو تعاليم الأخطبط يسموها الأكتبوس دوكترين هي تحرك أذرعها بينما الرئيس جالس على عرشه ويتفرج إيران لم تتضرر مطلقا من عملية الاستهدافات الإسرائيلية ربما هناك تخسر بعض المستودعات، بعض الأسلحة، بعض المعسكرات نعم هذه الفصائل التي تقول إيران أنها تتحرك بمفردها لم تشكل فعلا تهديدا جديا إلى الآن على إسرائيل يعني بعض البواري الفارغة وإلا لديهم صواريخ استراتيجية، لديهم صواريخ مؤثرة لماذا لم تطلق لا حزب الله ولا هذه الفصائل ولا حماس ولا غيرها صواريخ مؤثرة فعلا على إسرائيل يعني هنا قواعد اشتباكة جميع ملتزم بها يعني لم تتجاوز هذه الحدود والمسألة قد تكون في عملية الإعلان عن التخصيب إلى درجة تسعين بلما عندها ستكون الحرب مشتعلة كما قلت أن هناك الكامبين بين تو وورس هو هذا الذي تستخدمه قد يشعل المنطقة أي عملية قد تشعل ذلك لكن أعتقد أن الطرفين حذيرين لا زالة في عملية تجاوز قاعد الاشتباكة اشتركوا في القناة